ايه رأيكم في صنية البطاطس بالفراغ دي اقسم بالله حت الصنية وهم والله والله طعم تحفة جميلة هتدمينيها لما تعملها بالطريقة بتاعتي دي هتحس ان انتي مكلتيش بطاطس وفراغ قبلي كده يعني اعتمد الطريقة وشفيها هتعجبك جدا جدا حاجة بسيطة قوي 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 وهنعملها والسلام عليكم ازايكم حابا يبقى البسومة يا رب تكونوا بقى الفخير والنهاردة بسرعة قوام تعالوا نشوف جبنا ايه من السوق مش الحلقة اللي فاتت ساعة التروتوس اللي تلع وحش وبايز انا قلتلكوا راح السوق تعالوا بقلك انا جبت ايه اه بقى انا بروح على بتاعي الفراغ يعني اه بحب اجيب حاجة الاسبوب مرة واحدة عشان منزلش تاني فا انا جبت وركين اه بس زا ما انتم ما شايفين انا بقسم الورك اتنين لان دوقتي خلاص بقت الاسعار غالية جدا وما ينفعش يبقى ترفيه ان انتي تاخد الورك كامل او اي حد من قصرتك ياخد الورك كامل فا دلوقتي بقى انا نقسم الورك نصين بحيس مرة واحد ياخد الدبوس اللي تحت ومرة ياخد الكتعة اللي فوق المرة اللي بعدها هو بقى ياخد الكتعة اللي فوق والتاني ياخد الدبوس نعمل بدل بالطريقة دي اهو ناكل بردك حتة صغيرة احسن مما ناكلش خالص فا ابدأوا اعمله بالطريقة دي دلوقتي لان خلاص ما عادش ينفع زي الاول تبدأ كده نسمي باسم الله كده وناخد الورك كده ونقسمه بالنص ونعين اي جلدي زايت فيه وجبت كمان نص كيلو اجنحة اقولت بردك اهتمش معايا وتاخد معايا في يوم تاني يعني ده مش النهار ده لا ده اليوم تاني بابدأ اعين بس الحتة اللي هي في اخر الجنحة السغنونة دي وخلاص وجبت كمان كيلو كبد وقوانس قلت اعملها في يوم تاني مع شوية بطاطس او مكرونة اهو بنمشي الحال بعد كده انا هعمل بقى محلول للفراخ للوركين والجنيحات عبارة عن مية ومعلقة طحينة ومعلقة ملح وتلات لمونات المحلول ده خطير خطير بينظف الفراخ قوي 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 ما بيخلاش اي زفارة عبارة عن مية عبارة عن معلقة تحينة معلقة ملح وتلات لمونات عصرهم وتسيبوهم بقشرهم وتسيبوهم في المية دي حوالي ساعتين تعالي شوفي بقى على حلوة الفراخ وجمال الفراخ خلاص بعد كده انا شطفتهم واخدت بقى الكبد والاونس بتاعتي بعد ما شطفتها في كيس واخدت الجناحات في كيس وشلتهم في الفريزر بقى لما يجي وقتهم هبدأ بقى اخد الوركين بتوعي واسمي باسم الله كده وانغزهم اهو طبعا بعدنا ما شطفتهم كويس جدا من المية والتحينة والملح واللمون بعد كده هتجيبي بقى نعمل التدبيلة بتاعتها لاتخلي طعمها الحلو الجميل الوهم بقى هتحط في الكابة بصلة كبيرة بصين عشان بصلي صغير هتتحاب بيتين اه والطماطم برضا بتحطي حباية كبيرة بصين عشان الطماطم صغيرة حطيت حبايتين يعني بما يعادل حباية كبيرة من الطماطم وحطيت نص معلقة من البابريكا وحطيت كمان نص معلقة من الفلفل الاصمر اهو خلي بالكم من التدبيلة دي حلوة قوي وهنحط معلقة صغيرة من الملح وحطي بصي رشة بسيطة اهي رشة بسيطة من الكاري اهي رشة بسيطة وكمان نص معلقة من البهارات السبعة وانا بحب بقى ايه القرفة حطها في كل حاجة اهي هتحطي ربع معلقة من القرفة القرفة دي بتدي طعم حلو قوي لما تكوني بتعملي اللحوم بتتبلي فراخ جميلة 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 يعني اللي متابع في الجوهاتي هيعرف اننا بستغناش عن القرفة بحطها في كل حاجة بعد كده كده كنا هننسى هنضرب بقى وننسى ننسى الخل والزيت لأ حطناهم عطنا بقى معلقة خل ومعلقة الزيت عشان يدي لتدبيلة بتاعتنا طعم حلو وهنسامي باسم الله بردك وهنضرب بقى ضربة كويسة جدا ونطحن كل ده لحد ما يبقى بالطريقة دي التوابل والمأدير والحاجات هكتبها لكم تاني ان شاء الله في صندوق الوصف خشوا في صندوق الوصف وشوفوا الكلام ده تاني وبدأنا بقى ننزل على الفراخ بتاعتنا كده هوت ودخلنا كل حاجة وهنسيبها حوالي كده نصف ساعة او ساعة او ساعتين يعني زي ما انت ما عايزة سيبي سيبي بس يعني مش اقل من نصف ساعة تسيبيها لو مستعجنا هنعمل بقى الصينية بتاعتنا عبارة عن بصلاية كبيرة كده انا بشراها بالمبشرة اه ومعلقة كبيرة من التوم وهنحط نصف معلقة من الفلفل الاصمر وهنحط ربع معلقة من القرفة القرفة دي بردك بتدي طعم حلوة قوي قوي في البطاطس ربع معلقة يعني وكمان هنحط نصف معلقة من الملح ما تكتريش في الملح عشان احنا حطين في مية النقع ملح وحطين في تنبلة البطاطس الفراخ ملح وهنحط كمان ايه اه نصف معلقة هيت من البابريكا بس انا بحطش توابل تاني في البطاطس اكتر من كده نصف معلقة في الفل اصمر نصف معلقة من البابريكا ربع معلقة ارفة ونصف معلقة ملح مع البصلة والتوم وتبدأ تهريس ده كله كوي انا بشر البصلة لان انا ابني اتش بصراحة ما بيحبش البصل يبين فانا ببشره لكن انت عايزة تنزلي بي حلقات او مكعبات انزلي يعني عادي مفهاش مشكلة بس اهم حاجة ان انت تدعاك البصلة بالتوم بالتوابل كويس جدا 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 بعد كده انا جبت حوالي حبيتين بطاطس كده كبار وقطعتهم حلقات بس الحلقات تكون تخينة شوية وشطفتهم ونزلت بيهم واهم حاجة بقى ان انت تدخل التوابل دي في البطاطس والله يا جماعة اعملوا الطريقة دي والله حت صنية بطاطس بالبفراغ اقسم بالله وهم 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 هتعتمدوها ومش تعملوا الا بالطريقة دي وسهلة وبسيطة ما بتاخدش وقت وجميلة جدا بجد النتيجة مبهرة بعد ما رصنا بقى البطاطس هننزل بقى ايه بقطع الفراخ بتاعتنا زي ما انتو ما شايفانا كده بتدبلتها بكل حاجة اه ممكن لو انتو يعني ممكن تعملوها من بالليل ولما تجوا الشغل الظهر تحطوها في الفرن بعد كده انا جبت ربع كيلو من الطماطم وزودت له كوباية ونص من المية ونص معلقة سكر نص المعلقة بتاعت السكر دي عشان تعامد التعادل الحمودة بتاع الطماطم وكمان بتديها تسكير بسيط كده وحل وتبدأ تحطي كده لحد بصي يضوبك على وش الفراخة هي المية بالطماطم على وش الفراخ يبقى جي ربع كيلو طماطم وانا مزودا لها كوباية ونص او ممكن كوبايتين على حسب ما يتغطي معاك الوش وتبدأ تغطيها بقى بفويل بغاطة باي حاجة وتدخليها الفرن لو مستعجلة تسيبيها غلوتين على البطوكاز من فوق وبعدين تغطيها وتحطيها في الفرن بسم الله ما شاء الله الله هو اكبر بقى مش عايز اقول لكم على الريحة والله والله طعم وانا كمان بقى عملت شوية رز بشعرية حاجة عظامة اليكم في الغدى بتاع النهاردة يا ربي يعجبكم ما تنسوش باللايك يا حبيب قلبسوما